بعد مرور عام على محاولة مجموعة من انصار ترامب اقتحام الكونغرس لمنع المشرعين من المسادق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية ما زالت الانقسامات السياسية واضحة جدا بين الجمهوريين والديمقراطيين خطاب بايدن في ذكرى احداث الكابيتول كان بلغة الهجوم العنيف على ترامب الذي اتهمه بايدن بقيادة اقتحام كونغرس والذي اعتبره تمردا على الديمقراطية وتمردا على ارادة الشعب الامريكي تحت عنوان عنيف قال فيه بايدن ان ما فعله ترامب اخطر من الحرب الاهلية في امريكا كلمة ترامب في ذات المناسبة حملت تصريحات نارية وهجومية على بايدن اذ دع الجمهوري السابق الى انتفاضة على الادارة الحالية للبيت الابيض تصريح لم يكن الاول من نوعه اذ يباغت ترامب في جولات متكررة الهجوم على سياسة بايدن التي وصفها الاكثر سوءا في تاريخ امريكا سواء في شان الاقتصادي والاجتماعي والصحي داخليا وخارج امريكا مع العرب والعالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة